امتحانات ايه يا عمه هتتأجل صدقني? يا عمه ازا كيفش هتتأجل اسمع كلامي. والله ايه ده لا يتأجل? امتحانات كمان يومين. السلام عليكم حبيبنا عاملين يا رب تكونوا بخير فيديو ديدو معكم زياد الحصري. جاءوا النهاردة شمس كده شمس صعبة شوية بس يعني مفيش حاجات من انا من بعض. امتحانات على الابواب طب قبل ما اتكلم في اي حاجات كده بصراحة انا زعلان وزعلان جدا كمان. زعلان لان ما مفيش اي تفعال خاصة على الفيديوهات مفيش مشاهدات مفيش لايكس مفيش كومنتات. اخر كزا فيديو كده بنزلهم بيجيهم بيت مشاهدة او متين مشاهدة او اربعة خمسة ايام دي نسبة وحشة جدا. انا بصراحة مش عارف ايه او مشكتة فين بالزبط. كل اللي بطلبه منكم بس لانكم تدعموني شوية بلايكس وشير وكمنتات. علشان والله العظيم يا جماعة صدقوني الكومنتات دي بتفرق معها جدا. وبتفرق كده وبترفع روح المعنوية انا يعني في حد بيستناني او بيشوف فيديوهاتي. لكن بالطريقة دي ما حدش بيشوفني خالص ولا فمش متشجعنا صورة فيديوهات اصلا. فمعلش قبل نبدأ في اي حاجة ياريت جدا لايك الفيديو ده وكمنت يشجعني وشير بقى لو انت يعني شير واشتراح. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن ليلة الامتحان وازاي نهايق نفسنا للمتحان وازاي نقدر نراجع وحنعمل ايه في اللاجنة نفسها وازاي نتعامل مع ورقة الامتحان ولو في السؤال لا قدر الله مش عارفين اجابته نتصرف فيه ازاي بس قبل اي حاجة ما تنساش زي ما اقول لكم لايك الفيديو ده واشتراك في القناة ويكومنت بسرع كده ويلا بلينا. الناس كتير جدا بتابعتلي بيعود يقولول احنا مشاتتين جدا مش عارفين يعني نذاكر ازاي كل ما اذاكر حاجة بانساها بذاكر المادة دي على المادة دي مش فاكر اي حاجة خالص. وانا كان رد عليكم بيكون رد واحد. بقول لكم ما تلاقوش خالص ليلة الامتحان كل حاجة هتزبط. واحنا خلاص مع بعض اهو ليلة الامتحان. طيب بضح لي كده بقى انت كنت توصل ايه بخصوص ليلة الامتحان كل حاجة هتزبط. طيب تمام ارجع كده بالزمن اسبوع او اسبوعين ورا. كنت انت بتذاكر مواد كتيرة جدا بتذاكر لو انت في سنة بتذاكر عربي وعلوم ودراسات. او لو انت في كلية بتذاكر ستيل بتذاكر ميكانيكس بتذاكر فارما بتذاكر اه مواد كتيرة. عايزة اوصله لك ان انت وانت بتذاكر كان في دماغك مواد كتيرة جدا. زي ما بيقولوا كده يعني من كل فيلم اغنية انت مشتت. طيب كويس الشمس رحت. اه ما فيش حاجة سبتة في دماغك كل حاجة يعني جاي عليك شوية. الشمس جد تاني مش مشكلة. نكمل الفيديو بتاعنا. لكن دلوقتي انت ليت الامتحان لسه يوم او اتنين بالزبط على الامتحان بتاعك. فانت حاليا بتذاكر مادة واحدة بس. اي ان كان مصمه ايه? انت في الماغك مادة واحدة بس. وطبعا ده احسن بكتير وابسط من انك كنت تذاكر خمسين مادة وارا بعض. انت لوقتي مركز في مادة واحدة بس. فعشان كده انت هتديها كل اهتمامك. طيب مبدئا كده انا معرفش جداول الامتحان بتاعتكم ماشية زي بالزبط. او الفرق بين الامتحان والتاني يعني كم يوم? بس هنحط كده يعني اسوأ الفرود. فلنفترض ان بين المادة والتانية عندك يوم او يومين بالكتير. هو طبعا ده يومين علشان اليوم انت تمتحن فيه واليوم اللي قبل المادة. فلنعتبر ان هما يومين. طيب هنعمل فيهم ايه بالزبط اسمع معي بقى كده هنعمل ايه? اول يوم مبدئا كده انت هتذاكر مذاكرتك الطبيعية جدا بالورقة والقلم. وتعلم على الاجزاء المهمة كده واتقل عليها شوية. يعني اول يوم انت هتذاكر بورقة والالم كأنك تذاكر كذه في مراجع بالزبط. يبقى اول يوم دي مذاكر التمراجعة مش مذاكرة الليلة امتحان. بالورقة والقلم وتكتب بخط ايدك الاجزاء المهمة. طيب نيجي بقى ليلة امتحان بالزبط اول يوم اللي قبل الامتحان. حنعمل في ايه. يوم القبل الامتحان ده مش هنستخدم فيها خلص ولا ليسك فيه اللم خالص. ليحنستخدم فيها عينينا بس. طيب ازاي انا هقول لك ازاي? مبدأين كده فلنفترض ان المادة بتاعتك عبارة عن اتناشر او اتناشر درس او تسعة او سبع اين كان العدد اللي عندك. انت هتقرأ كل درس كلمة كلمة. هتقرأ كل سطر حرف حرف مش هتفوت اي حاجة. استبدأني والله كلام ده كله هيفرق معك. يبقى هتقرأ درس درس كلمة كلمة. هتمشي بعينك. هتقرأ مرة واتنين وتلاتة. وتفضل على كده طول اليوم انت مواركش حاجة غير انك تقرأ بس. بذكرة خلاص يعني وقتها عدل زكرة زكرة من زمان انت زاكرت قبلها بيوم كمان وزاكرت قبلها اسبعين ثلاثة شهر اي متأجيلات. كل المطلوب بينك انك تقرأ بس. زي ما قلت لك ما تفوتش اي حاجة. وقبل ما تنام كده يعني الاجزاء المهمة اللي انت كنت علمت عليها اليوم اللي قبله هتقرأها برضو. وبكده يكون انت جاهز اليوم لامتحان. طيب صحيت من النوم كده انا امتحاني الساعة تسعة امتحاني الساعة اتناشر في نصف فترة مسائية طبعا تمتحن الساعة واحدة والساعة تلاتة كمان. فالفتر ان انت ابتحانك الساعة تمانية مسلا يعني ازايك زي اي حد حاول تنام بدري كده عشان يكون زي هناك صافي وما فيش حاجة عشغلك شوية. طيب لو انت بتمتحن فترة مسائية الساعة واحدة او الساعة تلاتة نام وصحب راحتك خالص جدا يعني ما تصحاش بدري ولا تصحب اخر. افتر كده وزبط نفسك وعلمت حان على طول. بس نسيت اقول لك لو انت فترة صباحية ومتحنك مسلا الساعة يعني تمانية كده حاول تصحى قبلها بساعتين او تلاتة بالزبط يعني الحاجات اللي انت كتبتها بخط ايدك في اليوم اللي قبل ايت الامتحان هتقرأها تاني هتقرأها تاني وتبص عليها او تبص على الحاجات اللي يعني مش مزبطة معك شوية. لو انت فترة مسائية برضو نفس الكلام هتركز على الحاجات اللي انت مش مزبط فيها تقرأ الحاجات المهمة جدا اللي انت متوقع تجي في الامتحان. بس كده بنروح على الامتحان. طيب بنروح الامتحان بنعمل ايه بالزبط يعني غالبا في جو الكورونا اللي احنا فيه الامتحانات كلها بتكون لو انت حالي بتعرف يعني ايه انا كنت عامل عنه فيديو بالتفصيل يعني هسيب لك تعطي لينك للفيديو ده او هسيبه في الاي هنا او هنا يعني هسيبه لك. بتكلم فيه بالتفصيل عن الامتحانات الامسي كيو بيكون نظامها ايه وازي بقدر اجواب عليها. المهم فالنا افترض ان امتحان بتاعك امسي كيو. مسلا امتحان بتاعك اه خمسين سؤال اختياري او عربعين اختياري وعشر صحة وغلط. انت بتروح كده و بتسمي الليه و بتامتحن. لو في سؤال انت مش عارف اجابته وحاول كده مع نفسك اصلا الموضوع امسي كيو مش بيكون صعب قد كده. او اي نعم مش بيكون فيه هبد بس الاجابة يا صحة يا غلط او انت عارف او مش عارف. فانا شايف ان دي ميزة في في الامسي كيو. حل على مهلك كده واحدة واحدة. وقت ببتخلص الامتحان بتاعك بيكون في حاجة اسمها بابل شيت. طيب ايه بابل شيت يعمل زياد? انا هقول لك بالتفصيل بابل شيت دي عبارة عن ايه بالزبط? بابل شيت دي عبارة عن ورقة كده بتساعد الكنترول في الكلية انه يصحح لك ورقك الكتروني. الكتروني ازاي يعني هي عبارة عن اه ورقة كده عادية. فيها مجموعة من البابل كده او الدوائر. انت بتعلم عن اجابة الصحة فيها. طيب افهم من كده ان انا همتحن مرتين او هحل مرتين? لا الفكرة مش في انك تمتحن مرتين. الفكرة في انك اللي انت هتحله في الورقة العادية اللي انت سلامتها. اللي انت هتحله فيها سواء صحة او غلط او اختيارة. انت هتنقله بس في في الابل شيت. هتنقله في الابل شيت عشان معي اول. طيب انا هقول لك. الورقة الاول اللي انت بتستلمها زيها زي اي ورقة او زي ايه امتحان انت متحنته في حياتك. ورقة عادية جدا انه بتعمل اختيار بتعلم اختياراتك والصحة وغلط. البابل شيت انت بتزل البس. فنفترض مسلا ان الامتحان بتاعك ساعتين. طيب تمام. انا بقول لك خد مسلا ساعة ونص كده او ساعة وتلاتة اربع. ساعة نص بتوعك او ساعتين لربع. خد وقتك فيه كامل في حل الامتحان. واخر نص ساعة واخر ربع ساعة خصصها للبابل شيت. زي ما احنا شايفين البابل شيت بتاعتنا مكتوب في عالاسم والكود والمادة والتاريخ وبعض التفاصيل كده والملاحظات وبتبدأ التحل. طبعا زي ما احنا عارفين ان البابل شيت بيتم تصحيحها الكتروني او عن طريق الكمبيوتر. بتشوف حلك في كراسة الايجابة الاولانية وبتظل المكانها في فقاعات او في اللي موجودة قدامنا. هتلاقي فوق كده شوية ملاحظات انك مسلا مت متشخبطش برا ال الدايرة بتاعتك او متختارش على اتنين مع بعض اختار اجابة واحدة شوية ملاحظات كده لازم تكون عارفها. وبيكون بالطريقة دي قدامنا يعني مسلا الاختياري بيكون طبعا عارف ان الامتحان بتاعك في حوالي خمسين سؤال اختياري او اربعين اي ان كان الرقم بتاعك بس انا هنا عمل خمسة بس عشان عارف اشرح لك. في ملاحظة مهمة جدا لازم تكون عارفها. مسلا السؤال رقم اتنين لو انت حليت والاجابة طلعت معاك مسلا بنزل عليها بالطريقة دي كده. وبكده نكون اختارنا لو احنا مسلا كنت بنزلل كده وعملنا شخبيط كده حواليها. ممكن الكمبيوتر يحسبها لي غلط لانه ميقاش عارف يحدد انت بيختار ايه بالزبط. فاخد بالك كويس جدا وانت بتزلل تكون بالطريقة دي كده او بالطريقة دي. ما تحاولش انك تخرج برا البابل بتاعتك. طيب مسلا لو انت جيت بتحل سؤال وكانت الاجابة مسلا ليتر دي. خلاص انت زللت عملت الاجابة ليتر دي وفي اخر خمس داقة مسلا قبل ما يجمع الورق. انت اكتشفت ان الاجابة الصحية ليتر ايه? انت انت عامل كده. وجيت زلل على ليتر ايه? الطريقة دي كده دي ما تنفعش خالص والكمبيوتر يحسب لك الاجابة كلها غلط. كده يكون السؤال راح منك. لان الكمبيوتر ما بيعترفش باجابتين. لازم اجابة واحدة بس. فعشان كده خليك حريص جدا انك تحط الاجابة صح من اول مرة. عشان كده زي ما قلت لك بتحطها او بتحلها في الاخر خالص بعد ما تكون رجعت مرة واتنين وتلاتة. بس كده ده البابل شيت. فحط بلك وركز الموضوع مش صعب موضوع بسيط جدا بس عايز بنك شوية تركيز بس. زي بتكون متأكد جدا من السؤال بتاعك وتحط في بابل شيت. بس كده وبتراجع والامتحان خلص. بس كده وبكده نكون عرفنا يعني ايه بابل شيت لو انت لسه في قولة كلية ممكن يكون انت شايف الموضوع صعب شوية. بس صدقني والله الموضوع مش صعب اعمل عليك. وارضي ضميرك قدام ربنا بحيس انك تكون في اللجنة قاعد راضي عن نفسك تماما. اي نعم ممكن يكون اثرنا مرة واتنين ظروف كورونا لعبنا شوية. بس حاولت اجتهد في فترة قبل الانتحان وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك. ربنا ربنا كريم جدا يعني ربنا كريم متقلاش من اي حاجة خالص. وصدقني الفيديو بتاعي النهاردة والله العظيم لو انه طبقت كل الكلمة بقولها فيه هيفيه ده جدا جدا جدا. لان الكلام ده يعني مش بهبط وخلاص الكلام ده بجد عن تجربة. فسيبها على الله كده وان شاء الله خير. وعمل لي عليك وما تسلش اهم حاجة وان شاء الله ربنا يفرحك. وتخرج مبسوط من الامتحان بتاعك وهي سنك في الكومنتات تكتب لي عمالت ايه في اول مادة ليك. بس كده فيديو النهاردة خلص. ان شاء الله مش هسيبكو برضو فيديوهات على طول اثناء الامتحانات بس. انا عايز تشجيح شوية بس. يعني عايز كومنت هنا. عايز. انا عايز لايك عايز كومنت حلو كده. عايز حاجة يعني زوقني شوية قدام. فبس كده لو انت استفدت من الفيديو بتاعنا النهاردة ولو بواحد في المية ما تبخلش علي بلايك. وممكن تستغرب انا عاب تقول لايكات كتير وكمنتات كتير بس سلقني والله القناة بتاعها مضايعة خالص. فحاجة تشجعني بس وتلفع من روح المعنوية لايك وزبقني بقى شوية. لو انت عندك اي استفسار اكتب في الكومنتات تحت. ما تنساش تعمل الفلو على الانستجرام. كم معاكم اخوكم طبعا زياد الحصر يا ربنا ووفقكم ويفرحكم. تخرجوا بالامتحان ممسوطين. السلام عليكم. الدنيا بايزة خالص والله الشمس الشمس كايت وش مش مش عايز اصار اي حاجة بجد.